الأندية الكبيرة زى مالك الأهلي التعاقد معه رؤوس حربة من خارج مصر ولا من جوه مصر يعني بنشوف أزاره بنشوف أحداد بنشوف بطيب بنشوف ساعات أجايك كمان بيكمل في رأس الحربة رأيك إيه؟ أمنية أنا بتمنىك كمصري يعني أنا أتمنى الفروت يكون مصري الفروت يكون مصري أتمنى حتى لو تطلع وتستنى عليه شوية من المراكز اللي أنت بسينا المصطفى محمد في الفروت آه مصطفى محمد لعيب كبير أول مصطفى محمد واتكلمت علي أنا في فترة الريبة حاسس بي أنت آه إن هو لعب كويس هو بقى كويس بقى كويس آه بقى كويس هو عنده الموهبة وعنده الملكة وكنت أنا موجود في الفترة اللي كان لسا طالعه في الفريق الأول كنت شغال في النزة مالك هو السنة اللي عابة في الطنطة والسنة اللي عابة في الجيش اكتسب خبرك كبيرة جداً الموهيب آه وهو عنده الملكة دي عنده القوة عنده سكة في نفسه بيامتاز يرجع زي مالك السنة الجاية موجود نظرة قلت لو رجع مش الزام بس قلت لو رجع آه يرجع يلعب ما يرجعش هو لعدك آه مش هنا يلزام أو فرض يعني من خلال الكلمة عشان متفاهمش غالط مش يلزام أو فرض بس أنا يعني الأفضل ليه لو رجع يلعب لو مش هيلعب خلوه يلعب زي ما يكمل بر بالزبط يكمل يلعب لأنه برده لسه صغير هو لسه صغير بس هو نضج هو نضج وعنده الإمكانيات دي ومصطفى أنا بينه وبين المتخب الأول أعتقد خلاص هم أنتو شايفين هو ممكن يدي يبقى رأس الحرب الأول في نادي الزمالك في السنة ده؟ آه يدي هو اكتسب خبرات آه اللي أنا شايفه آه هو أصلا كمان أنا ما ببصصش لمصطفى اللي بصش للفنيات فقط لغير آه أنا ببص على مصطفى تقلو في الملعب ببص على تعامله مع التحكيم تعامله مع زميله بصص له من كذا حاجة هبصيت لهو في الأول ما كانش كده الدنيا اختلفت معه تفرج عليه في الجيش دلوقتي تحرك إزاي هو الصراعات عمده إمتى بيوصله وإمتى بيروح إمتى بيوم حطه وإمتى يفعل كورته إمتى يشوت إمتى يردخل لقريبة عنده الكوة عنده يفرق معي تيم يفرق معي سرد باك هو يتفوق عليه طيب دوري صعب السنة دي؟ عز مالك والأهلي؟ على اثنين؟ مين الأقرب؟ اللي هيركز أكتر واللي يحفظ على هدوءه ها إنت أول واحد زمالكاوي تقولي الكلام ده يعني أول واحد تقولي زمالكاوي اللي هيركز أكتر واللي يحفظ على هدوءه واللي كنت هتكمل حاجة كده ها ما ينفشل أي واحد زمالكاوي بسأله من اللي عبت زمالك؟ زمالك أي واحد أهليه بسأله الأهلي أنا متعودتش مش مجامل في شغل يعني اه اذا كنت هجامل الزمالك فانا بمجاملتي ده انا هخسروا مش هكسبوا يعني تخسروا فازا انا وصلت لده للعيب ان البطولة خلاص بقت فيه ده هيخسر بطولة فانا ما اقولش لا البطولة لسه شغالة ومعك منافس قوي تتكلم في فرق بسيط اه وازا انت ما خدش احسان انت بتتكلم في عدد انت خدت البطولة ولا انت لسه ما خدش البطولة بالتالي انت الاقرب لها يعني انت كنت المفروض الاقرب لها انما دلوقتي الدنيا اختلفت انت بتتكلم في اربعة بونت في مواجهات بينك وبين النادي الاهل المواجهة القادمة بين الاهل وزمانك تفرق كتير؟ طبعا تحدد بشكل كبير؟ مش تحدد لسه المشوقة بس هات معنويا تلاتة بونت تلاتة بونت اما تلاتة بونت يقربوا الاهل منك يبعدوا الاهل عندك هي دي بقى في المرحلة الصعبة دي فالتالاتة بونت انا مهمين جدا نادي الزمالك عنده التالاتة بونت وعنده احساسك مين هياخد الدول؟ احساسك انا احساسي الزمالك احساسي الزمالك لو مش بالثبات ابتدى يفوق الزمالك ابتدى يفوق لو جيت لي من المرشن ولا حاجة كنت قلقا انا عالزمالك كانوا في بتاعهم ابتدى ينزل للراجل ما كانش عامل روتيشن بشكل جيد بيعتمد على 11 اللعيب ابتدى اللعيب التقع بدنيا وزهنيا في الملعب ابتدوا غزبا عنهم من النتاج تسوق المرحلة اللي فاتت انما اجيلي بعد المرشن دولا ما لقاش عالزمالك اجيلي بعد ما فيه لعابة ابتدى بتاخد بشكل كويس وابتدى يدخل للراجل تاعة أربعة ناصر جوه التيم وابتدش على علانات الزمالك اللعيب التالي تفوق بلغة الكورة فبالتالي الزمالك لعابة كورة يصدروا مشاكل لأي تيم بيلعبوه خصوصا الجزء الامامي وعندك راجل في نص الملعب لعابة كورة على مستوى علي جد وعندك طرفين النهاردة يصببوا بمشاكل لأي تيم زمالك لما بيفوق يصبب مشاكل لأي حاجة طيب نروح بال